بمناسبة دورة الألعاب الأولمبياء تعالوا نخش في قصة تانية عشان إحنا طبعا سوء تنظيم المسابقة عندنا الأسباب قد يكون بعضها قهري تمام والأسباب مختلفة ليعلاق كمان بمواعيد الاتحاد الرافريكي وقصة الحارقة معرفينها دي لكن فيه مشكلة وأزمة كبر إيه هي الأزمة النهاردة منتخب الأولمبي والتحاد المصري الكورت القدم أعلن أن ترابلزون سبورت تركي رفض فكرة انضمام تريزيجي لقائمة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبياء في باريس رغم تريزيجي والناس في ترابلزون نزلوا بيان تريزيجي كان موافق وطلب من المسؤولين في ترابلزون أن هم يوافقوا بس أقل لك إحنا عندنا اليوروباليج فإحنا عندنا تصفيات ومطشط وكلام من ده فعنا نحتاج فيها تريزيجي فمش هيينفع خالص إن إحنا نوافق خصوصاً المؤبارات دي خارج الأجندة الدولية تمام فبعد خطاب الاتحاد بالرفض لأن الراجل ميكالي كان عايز تريزيجي ومعجب جداً ومعجبش بتريزيجي ما شاء الله عليه يعني حاجة جمدة جداً خلاص فبالتالي كان في بعض الأسماء الأخرى المطروحة أبرزه من زيزو لتعويض تريزيجي تحديداً بس بخلاف زيزو نجم الزمالك الكلام على أربع لعبين في النادي الأهلي خلي بالك من الأزمة اللي احنا تكلمنا عليها من فترة لو تفتكر أربع لعيبة من نادي الأهلي مين هما؟ مصطفى شوبير أو محمد الشناوي رقم واحد بخلاف حمز علاءة الكيكي موجود في المنتخب الأولمبي رقم اثنين محمد عبد المنعم بعد ثلاث أسماء ثالث اسم أو رابع اسم إمام عشور فالراجب بيفكر في الأسماء دي فلما حصل تواصل مع المسؤولين في النادي الأهلي بقول لك كواليس فالناس في النادي الأهلي قالوا لهم إيه عايزين تاخدوا مصطفى شوبير خدوا مصطفى شوبير سبولنا محمد الشناوي ويبقى معكم حمز علاءة وإحنا نشوف بقى لنخلي بالك القصة في مصطفى مخلوف عنده أصابة بس في كل الأحوال ممكن جدا جدا يختار ميكالي حارس من حراس الأهلي بخلاف حمزة علاء طب محمد عبد المنعم وإمام عشور موقف الأهلي حط في اعتبارك أن النادي الأهلي داخل على جدول مزدحم جدا 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 مليء بالمطشاط المصيرية بخصوص المنافسة على بطولة الدوري مع بيرامدس فهل سيقبل النادي الأهلي بالتخلي عن صنائي أو واحد منهم سواء إمام عشور ومحمد عبد المنعم أنا بقول لحضرتك صعب جدا 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 الأهلي وافق صعب جدا هقول لك لا أنت هتاخد مني اتنين من أهم اللعبة اللي عندي ولا بنافس على الدوري ومنافسة شارسة وضغط مطشاط وراء بعضه مع بيرامدس فمش هينفع إزاي إزاي ما دي مشكلة المشكلة دي نتج عن إيه لو إحنا يا جماعة كنا مخلصين الدوري بدري زينا زي غيرنا وعملنا موسي بالاستثناء ما قلنا برضو اللوم على الأندية برضو في الأول في الآخر لأن نتقلهم كده يا جماعة نعمل دوري استثناء أقول لك لا أعزين دوري دوري بس لو إحنا كان زي البنى أدمين مخلصين الدوري بدري فكان يروح إمام عشوره وكان يروح محمد عبد النعم وممكن إزاي ما يكون موافقش كمان على زيزو حتى لو هو رقميا خارج أو نظريا خارج المنافسة واخد بالك فدي أزمة هتحصل وخلال الأيام اللي جاية إلا إذا حصلت تنصيك ودي لإعلقة بأن أصلا المنتخب ما يطلبش اللي اتنين دور بس لو طلب هتبقى مشكلة لأن الأهل هيقولك لا صعب جدا حضرتك أنا أديك اللي اتنين آه مهمة وطنية وكل حاجة بس أنا برضو عندي لوايح وعندي منافسة قوية وعندي أمور لازم ألتزم بيها فأنا لازم ألعب المطشط بكامل قوتي عشان عندي منافسة قوية على الدوري فدي مشكلة كبيرة أنا في الحقيقة بطلب من لجنة اللجنة الأولمبية الدولية وبالتنصيك مع الاتحاد الدولي للكرة القدم رأيي يعني أني يا جماعة نلغي فكرة أن يبقى فيه بغض النظر بقى عن الموعيد على فكرة بس فكرة أن يبقى فيه إيه لعيبة ثلاث لعيبة كبار من المنتخب الأول نضمه لمنتخب الأولمبي ليه لأن أنا عجبني جدا تصريح ياسين بونو لأن أنت عارفين المنتخب المغربي تأهل دورة العامة الأمبية وكان معنا في المطش أنها إكسبونا فقال لك الرجل المدير الفني التعالي منتخب الأولمبي كان عايزي يستدعي ياسين بونو قال لك لا أنا مش هروح هياخد منجود حد أنا رافض أصلا ياسين بونو نفسه حرس الهلال الصعودي طبعا قال لك أنا رافض أن أنا فيه واحد تقلق وتعب وعرق ووصل مع المنتخب بتاعنا الأولمبي لدورة العامة الأمبية فهو اللي يلعب هو اللي يكون موجود أنا رافض أنا مش عايزيكي عايزيكي فأنا دايما بيصعب علي اللعيبة اللي بتلعب وبتتعب وبتساهم في تأهلك ويجي حد على حسابهم يلعب اللي هي إيه البطولة الأهمة بقى مش تصفيات دي البطولة بقى الأهمة اللي عليها كل الأنظار يعني بقى يا واحد زي حمزة عليك مش تقلق تقلق مع المنتخب الأولمبي كان متقلق ملفت كان فيه هم غلطته من ضمن البطولة كلها أو خلال البطولة كلها عادي بتحصل أي حارس يعني لكن تقول لك يستحق إنه يلعب آه يستحق أي لعب في مركز آخر كان بيلعب يستحق إنه هو اللي يشارك في دولة الأهمة يعني نفس الفكرة دي أصلا تتلغي يعني المهم فيه يعني لسه برضو الناس بتفكر في حتة محمد صلاح ينضم وشانا ما بقولك ده صعب جدا يعني